أكد معالية دكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي على أهمية مثاق العمل الوطني كنقطة تحول أساسية في مسيرة الحياة السياسية في مملكة البحرين كما أوضح الشيخ خالد بن خليفة الخليفة أن مثاق العمل الوطني تجربة بحرينية فريدة جعلتنا نتمتع بحياة متقدمة تضاهي أعرق الديمقراطيات حول العالم مشيرا إلى أن الميثاق جعل المواطن البحريني شريكا أساسيا في عملية التنمية الميثاق العمل الوطني هو واقع بحريني هو ما يجعلنا نتمتع اليوم بسلطات ثلاث هذه السلطات منفصلة سلطات في الحقيقة هي التي تجعل من حياتنا السياسية حياة متقدمة جدا تضاهي أعرق الديمقراطيات في العالم فالسلطة التشريحية والسلطة التنفيذية والغضائية سلطات أساسية في هذا المجتمع والمواطن في الواقع يشعر بأنه يساهم في هذه العملية في عملية التنمية وعملية المراقبة المزدواجة بين كل سلطة إلى آخر فمن خلال البرلمان أو من خلال الانتخابات ممثل المواطن وبذلك يشارك بصوته يشارك برأيه قبل 21 عام كان مشروع ميثاق العمل الوطني تجربة تجربة فريدة من نوعها في المجتمع في المنطقة كل فلم تشهد المنطقة تسمية ميثاق عمل الوطني أو التفاف شعب حول قيادة بثوب مختلف جدا عن ما كانت تطرحه السياسة في كل الدول العربية بلا شكل ولذلك نعتقد أن قبل 21 سنة كانت هذه التجربة ولكن اليوم نفخر بأن ميثاق العمل الوطني هو قاعدة أساسية لتاريخ قادم في المستقبل يعني بعد 100 سنة سنتحدث أو سيتحدث الأجار القادمة عن ميثاق عمل الوطني فريد من نوعها ونقل البحرينيين من مرحلة إلى مرحلة الدولة الدستورية أو النملكة الدستورية وبتالي هناك في الحياة المراطية نتمتع بها بفضل هذا الميثاق الذي ارتكز على خبرة الآن مثل ما ذكرنا أكثر من 21 سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر